فهذا سيدنا يونس عليه السلام يذكره الله في سورة الأنبياء وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ يونس بن متى عليه السلام يونس كان من قرية نينوى بلد بالموصل بالعراق والموصل وقتئذ كانت تحت الدولة الأشورية وكانت من أغنى أغنياء دول أسيا لأنها كانت مسيطرة على معظم دول أسيا وأصاب الناس في عهد سيدنا يونس بن متى القفر والعياذ بالله وعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى فأرسل الله إليهم يونس بن متى عليه السلام وبلغهم دعوة الله سبحانه وتعالى لكنهم أصروا بسبب الغنى الفاحش أصروا على عبادة الأصنام ولم يذهبوا لعبادة الله سبحانه وتعالى ولم يسمعوا إلى يونس لا من قريب ولا من بعيد وماذا يصنع يونس عليه السلام لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى فأمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغ دعوته وأن لا يتحرك من نينوى يبلغ الناس دعوة الله سبحانه وتعالى وبعد أيام إذا بالأمر يأتي من الله سبحانه وتعالى إلى يونس بن متى بعد ثلاثة أيام ستنزل عقوبة على أهل نينوى عقوبة شديدة على الكبار والصغار على النساء وعلى الرجال على الكبير وعلى الصغير ستنزل من عند الله سبحانه وتعالى نقمة من الله عليهم وبلغ يونس بن متى وبعد ذلك يونس خرج بدون إذن من الله عز وجل المفروض على كل نبي أن لا يخرج من المكان الذي يدعو فيه الله سبحانه وتعالى إلا بعد إذن الله عز وجل لذلك لما جاء الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هيا بنا نهاجر من مكة إلى أي مكان يا رسول الله قال يا أبا بكر لم أؤمر بالخروج من مكة يا أبا بكر هنا انظر إلى رسول الله وانظر إلى يونس بن متى عليه من الله السلام عليهما من الله السلام وإذا بيونس بن متى يخرج بدون إذن من الله عز وجل بالخروج وصار حتى وصل إلى البحر ووجد سفينة وطلب من الناس أن يكون مع السفينة حينما تنتقل من مكان إلى مكان آخر ودخل السفينة وأذنوا له وإذا بهم حينما تحركت السفينة ماجى البحر وهاجى البحر واترب البحر وكاد السفينة أن تغرق في البحر فقالوا نقترع فيما بيننا نخفف الحملة على السفينة نقترع نعم القرعة يعني نقترع فيما بيننا فإذا وقعت على واحد مننا نسقطه في البحر فوقعت القرعة على يونس بن متى لكنه وجد في وجهه الصلاح والتكوى فلم يلقوا بسيدنا يونس عليه السلام فاقترعوا مرة ثانية واقترعوا المرة الثالثة ووقعت المرة الثانية على يونس أيضا والثالثة على يونس أيضا عليه السلام فقال لا محالة وإذا به يقلع ثوبه ويلقي بنفسه في البحر فجاء حوت من بعيد إلى يونس بن متى وفتح فاه والتقم يونس بن متى عليه السلام ووصل يونس إلى بطن الحوت وأمر الله الحوت أن لا يكسل له عظم أو يأكل له لحمة لأن هناك عصارة في فم الحوت أيها الأحباب الكرام كالصدى الكوية يلقيها بعد أن يأكل أي جسد يلقيها مباشرة على الجسد فيدوب تماما فيدمر العظم ويدمر اللحم فلا لحم ولا عظم ولا أي شيء في جسد يونس عليه السلام إن فعل ذلك الحوت فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى للحوت أن لا يلقي بهذه العصارة وأن يحافظ على سيدنا يونس عليه السلام وإذا بيونس يجد نفسه يتحرك في بطن الحوت فسبح الله فلولا أنه قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يوم يبعثون فسبح الله وحرك يديه وقدميه وإذا به يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالله عليكم في ظلمات ثلاث ظلمة الليل فألقى بنفسه في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت بالله عليك من الذي سيسمع نداءه إذا نادى على أي إنسان على الشاطئ أو على أي سفينة نادى عليه من يسمعه هو في قعر البحر لن يسمعه أحد لكن سبحانه من سمعه من فوق سبع السماوات وهو الله سبحانه وتعالى فلجأ إلى من ينقزه انظر إلى الدعاء باليقين هنا الدارت وهنا الشاهد أيها الأحباب الكرام أن يونس دعا ربه بيقين أن ينجيه مما فيه من مصيبة أن ينجيه الله سبحانه وتعالى مما فيه من بلاء أن ينجيه الله سبحانه وتعالى مما فيه من كرب وهم وغن فدعا الله بيقين إلى الله سبحانه وتعالى وقال تعالى واصفا ذلك وذنوني في سورة الأنبياء وذنون أي يونس عليه السلام صاحب الحوت وذنوني إذ ذهب مغاضبا خرج غاضبا لله سبحانه وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أي نداء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا اسم الله الأعظم حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على اسم الله على اسم الله الأعظم قال دعاء يونس لما كان في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال الله تعالى بعدها فاستجابنا له الله أكبر فاستجاب الله دعاء يونس عليه السلام استجاب المولى سبحانه وتعالى نداءه على الفور مباشرة وجاء بفاء السريء التي تفيد السرعة فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كان في غم وفي هم وفي كرب فأنجاه الله سبحانه وتعالى فجاء الحوت من بعيد ووصل إلى الشاطئ ولفظ بيونس عليه السلام عريانا وجاءوا بورق لليقطين وأنبتنا عليه من شجرة من شجرة اليقطين شجرة اليقطين أيها الأحباب الكرام اللي هو القرع العسلي وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وإذا بيونس عليه السلام اليقطين غزاء كامل سبحان الله شاف من جميع الأمراض والأوجاع والأسقام فيونس لما خرج كان مريضا وكان هزيلا وكان ضعيفا فيحتاج إلى ما يغزيه وإذا بالمولى يأتي إليه بالقرع العسلي أيها الأحباب الكرام ولماذا كان الورق ورق قرع العسلي أيضا فيه معجزة من معجزات الله أنه يشفي من الحريق سبحان الله أي حرق في إيد الإنسان يجيب ورق اليقطين يضع عليه يذهب الحرق تماما ولذلك يونس بن متة جاء بعض القليل من العصارة التي كانت في بطن الحوت فكانت هناك أماكن في جسد سيدنا يونس تحتاج إلى علاج فجاء بورق اليقطين ووضع عليه وسطر نفسه عليه من الله السلام الشاهد أيها الأحباب الكرام اليقين أن يونس بن متة دعا الله سبحانه وتعالى بيقين أن يفرق همه وكربه وغمه فاستجاب الله له سبحانه وتعالى ما أحوجنا في زماننا عندما تقع في شدة وفي هم أو في كرب أو في أي أمر من الأمور ادعو الله عز وجل بيقين لا تجرب الله تقول أجرب كما فعل سيدنا يونس يكون عندك يقين يونس عليه السلام أن الله سيستجيب لك سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام هذا هو اليقين عند يونس عليه السلام لابد أن نستفيد منه وأن نجعله نبراسا لنا وأن نجعله من أمامنا لا من خلفنا ونكون في كل وقت وفي كل حين عندنا يقين بفرج الله القريب سبحانه وتعالى